القوات التركية تسخط طائرة حربية روسية على حدود سوريا الثوار يستعيدون المبادرة بريف حلب الجنوبي ويسيطرون على مواقع استراتيجية تواصل الاجتباكات على جبهة المرج في ريف دمشق وقصف الروسي على مناطق في ريف إدلب دعم أمريكي خليجي للمعارضة السورية تحضيرا لمؤتمر الرياض منتصف الشهر المقبل تحذيرات من الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا وتأكيد أمريكي بأن النظام يواصل استهداف المدنيين بها السلام عليكم ورحمة الله من العناوين إلى التفاصيل في هذه النشرة الإخبارية من قناة الجسر الفضائية في بثيات تجريبي أهلا بكم أعلن بيان لرئاسة التركية إسقاط قوات التركية مقاتلة روسية من طراز سيخوي 24 لانتهاكها الأجواء التركية في منطقة كسب الحدودية بريف اللاذقية وفي تصريح لها أفادت رئاسة الأركان التركية أن الطائرة الروسية تلقت عشرة تحذيرات خلال خمس دقائق إلا أنها تجاهلتها وواصلت انتهاكها لذا وبموجب قواعد الاشتباك قامت طائرتان تابعتان للقوات الجوية التركية من طراز F-16 بإسقاطها من جهته اطلع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على آخر المستجدات المتعلقة بإسقاط الطائرة خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس هيئة الأركان خلوص أكار ووزير الخارجية فريدون سينيرلي أوغلو الذي أكد أن وزارة الخارجية ستبحث التطورات على الحدود السورية مع حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والبلدان المعنية وفي التطورات الميدانية وفي ريف اللاذقية سيطر الثوار على برج زاهية الاستراتيجي في جبل التركمان وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر النظام هناك كما استعادوا السيطرة على قرية عطرة في المنطقة نفسها إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في برج السيرياتيل بمحيط القمة الخامسة والأربعين تزامنا مع غارات للطيران الروسي على أماكن الاشتباك وعلى منطقة قرية لزويك وصلنفا وجبل دورين ومعنا من اسطنبول الدكتور مصطفى حامد أغلو محلل وباحث في الشئن التركي أهلا بك دكتور مصطفى أهلا وسهلا دكتور ما تفاصيل اسقاط الطائرة بعد صدور تصريحات تركية بهذا الخصوص وتعليق الروسي من جانب آخر يعني نحن أولا يجب أن ندرك أن تركيا منزعجة جدا من الهجوم الأخير الذي تشنه القوات الروسية خاصة على جبال جبل التركمان الذي يتواجد فيه التركمان بشكل خاص مع العلم أن روسيا عندما دخلت إلى الروسية السورية قالت أنها تستهدف داعش بشكل أساسي بينما الواقع يقول أنها تستهدف قوات الجيش السوري الحرط والمعارضة المعتدلة التي تحارب نظام الأسد هذا يسبب بالنسبة للتركيا مشكلة كبيرة جدا مع العلم أن تركيا أيضا هي تحاول أن تقيم منطقة آمنة وخالية من الإرهاب لكي يسيطر عليها الجيش السوري الحرط لتمنع موجات جديدة من اللاجئين في المنطقة بحوالي جرابهم أيضا هذا ربما أزعج الروس وهذا يناقض هدف الروس بأنهم يدعون أنهم يريدون محاربة داعش بينما هذه الهجمات الجديدة على جبل التركمان هو لتخصيص ما تريد أن تقيمه تركيا في تلك المنطقة هذا يكون يعتبر أن يستناقض الموقف الروس بصراحة وطرح رئيس المنطقة التركية أن أي تداوذ أو أي اختراف للقوات الجوية التركية سيرب عليها بشكل مباشر وهذا ما قال في التركية اليوم من أسقاط هذه الطائرة الروسية عندما دخلت الأراضي التركية دكتور ما أصدأ أسقاط الطائرة على المستوى السياسي والتداعيات المتوقعة في بل الأزمة الحاصلة الآن وخصوصا في سوريا نحن نعلم موقف تركيا من ما يحصل بسوريا وتركيا لها أكثر من 250 كم مع سوريا ويوجد في تركيا اليوم أكثر من مليونين ونصف لاجئ سوري وهناك موجات جديدة من اللاجئين تقترب من تركيا توقع تكون هناك زوح أيضا جديد لذلك تركيا تريد تعجل في إيجاد حال للأزمة في سوريا تركيا ليست مشكلتها مع روسيا فقط صراحة إنما مشكلتها أيضا مع الموقف الأمريكي المتردد وحتى موقف الناتو لا يتناسب مع ما تريد تنفيذه تركيا هل تتوقع أنه سيكون هناك مشاكل بين تركيا وروسيا بعد أسقاط تلك الطائرات تداعيات ذلك الأسقاط؟ الأخبار تقول أن وزير الخارجية الروسي ألغى زيارته المزمع إلى تركيا وهذا ربما يكون معشر على تفاعد في الأزمة ما بين تركيا وروسيا اليوم تركيا تجيد صراحة المواقف تطبيع أن تفصل بعض العلاقات عن بعض الأزمات يعني مع كثير من الدول اليوم العلاقات الاقتصادية جيدة وقوية ما بين حجم التبادل التجاري ما بين روسيا وتركيا كبير وحتى الآن حاضر التركيا عن استبرار هذا التبادل التجاري بمعزل عن الاختلاف والتناقض والتعارض ما بين المواقف الروسية وتركيا في سوريا الباحث والمحلل السياسي الدكتور مصطفى حامد أوغلو حدثتنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك حرر الثوار قرى مكحلة وبرنا والعزيزية وخربة الكوسة والحج عبدالله والزوار وتلال البكارة والبنجيرة وممو وباجر وعدة مزارع في محيط قرية بانس بريف حلب الجنوبي بشكل كامل ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام واغتنام أسلحة وذخائر من جهة أخرى شن الطيران الحربي الروسي غارات على بلدات كفر حمراء وحيان وتل المصيبين بالريف الشمالي هذا وقامت الميليشيا الكردية بقطع طريق حلب عينتاب الدولي وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الثوار أدت إلى استعادة السيطرة على المنطقة من قبل الثوار كما أندر الثوار وعناصر الميليشيا بالخروج من قرى مريمين وآناب وشواغري وتنبكشتعار ومراش وقنبرية وللمزيد معنا من هناك مراسل وكالة قاسيون ياسر أبو النصر أهلا بك ياسر أهلا بك وسيم نعم ما المناطق التي تم تحريرها من قبل الثوار بالريف الجنوبي بالظبط ولو تصلح لنا ذكر الأسماء بشكل جيد نعم وسيم تمكن الثوار بعد عصر الأمس من تحرير عدة قرى من أيدي قوات نظام التي سيطرت عليها مؤخرا طبعا بعد معارك عنيفة جدا سبقها تمهيد بالأسلحة السقيلة بمدافع بقزائف مدفع جهنم وقزائف الهاون وقزائف الدبابات القرى التي استعادت السوار السيطرة عليها هي تلة البقارة وتلة البنجيرة وخربة الزويرة تل مامو ومزارع برينا وقرية العزيزية وتل باجر وخربة الكوسة نعم كما تمكن السوار من تحرير قرية مكحلة في ريف حلب الجنوبي صباح اليوم خسائر قوات النظام كانت كبيرة بالعدد والعتاد كان هناك تمكن السوار من تدمير أكثر من عشرة آليات بين دبابة ومدفع ورشاشات نعم هل لا تزال الاشتباكات مستمرة ولا يزال التقدم حاصل للثوار أم هناك هدوء نعم والسيم الاشتباكات ما زالت مستمرة لكن خفت وطيرة والاشتباكات بعد ظهر اليوم السوار ما زالوا يحضرون أنفسهم لمعارك جديدة لاستعادة جميع القرى والبلدات التي سيطرت عليها قوات النظام المدعومة بالميليشيات المساندة لها مؤخرا ياسر حدثنا عن استهدافة الطيران الروسي وما هي المناطق التي استهدفها ونحن نعلم بأن نظام يلجأ لسياسة الأرض المحروقة بعد أن يخسر مناطق عديدة نعم والسيم جميع القرى والبلدات التي سيطر عليها السوار في ريف حلب الجنوبي تعرضت لعشرات الغارات الجوية وأيضا في ريف حلب الشمالي استهدف الطيران الروسي أطراف قرية بلدة حريتان وحيان وكفر حمراء وتلم صيبين مما أدى لوقوع عدد أكثر من عشرة مصابين من المدنيين نعم شكرا لك ياسر وصلت الفكرة ياسر أبو النصر مراسل وكالة قاسيون حدثتنا من حلب شكرا جزيلا لك تصدى الثوار اليوم لمحاولة تسلل إن قامت بها قوات النظام على جبهة مطار المرج الاحتياطي في الغوطة الشرقية بريف دمشق ودارت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل العديد من عناصر النظام كما جرت اشتباكات مماثلة على محور بلدة نولا بمنطقة المرجة وحاولت خلالها قوات النظام التقدم مجددا عقب قصف تمهيدي مدفعي وصاروخي على المنطقة إلى ذلك قصفت قوات النظام أمس الاثنين مدينة دومة بقدائف الهاوى واقتصرت الأضرار على الماديات وكانت ثوار قنصوا أحد عناصر النظام على إحدى جبهات مدينة دارية بريف دمشق في حين ألقت مروحيات النظام براملة متفجرة على أحياء المدينة ومن ناحية ثانية أفاد ناشطون بقيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف نقطة مشتركة لملشي حزب الله وقوات النظام في جرود رأس المعرب القلمون الغربي ومعنا من دمشق مراسلنا قيس القاضي أهلا بك قيس أهلا بك نورات نعم قيس ما التطورات على جبهة المرج وسط محاولات متكررة من النظام للتقدم عليها أجل نورات حقيقة لا تزال الاشتباكات جارية على هذه الجبهة طبعا قوات النظام تحاول بشتى أنواع الوسائل التقدم وأخذ مطار مرج السلطان الأحتياطي طبعا محاولات مستمرة وعديدة يتخلل هذه المحاولات تكتيف ناري عنيف أيضا قصف لمنطقة مرج السلطان بالقذائف وراجمات الصواريخ بلغ عدد القذائف المنقا على هذه البلدة ما يقارب الخمسة عشر قذيفة من نور هون إضافة لقصف براجمات الصواريخ على هذه المنطقة نعم قيس قيس تسمعني نعم قيس حدثنا عن تداول الناشطون قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف نقطة مشتركة لمليشيا حزب الله وقوات النظام في جرود رأس المعرب القلمون الغربي حدثنا عن تلك الغرارة التي قام بها الطيران الإسرائيلي نعم نورت حقيقة هذه الأخبار ممكدة 100% حيث قامت الطائرات الروسية ليلة هذه هذا اليوم طبعا من استهداف هذه المنطقة طبعا لم ترد أي أنباء عن خسائر قوات النظام في هذا الاستهداف الذي شنه هو الطيران الروسي ولم ترد أي أنباء من قبل الكتائب في هذه المنطقة التي تحدث أكثر عن خسائر قوات النظام التي تلقاها بسبب هذه الغرارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي هل من رد من قبل قوات النظام؟ حقيقة قوات النظام لم تصرح بأي شيء بخصوص هذا الأمر ناشطون المنطقة هم من أفادون بهذه الأخبار ولم نسمع أي خسائر لقوات النظام حتى هذه اللحظة لربما نشهد في الساعات القادمة إعلان عن الخسائر الذي تلقاها النظام بسبب هذا الاستهداف بانتظار المعلومات منكم قيس القاضي مراسلنا من دمشق حدثتنا من هناك شكرا جزيلا لك ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة الكرك الشرقي ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مدنة وبلدات عتمان ورقم واليادودة والغارية الغربية والسلمين والطفس والإحراك في ريف درعة بينما دارت اشتباكات بين الثوار قوات النظام على أطراف المدينة وفي ريف السويداء أعلنت عدد من القرى رفضها زج أبناء السويداء في الخدمة الإلزامية بصفوف قوات النظام مرة أخرى رجال الدين إلى جانب نظام يسويغون كل سياساته وينحتون الفتاوى على مقاس الجنرال السويداء على صفيح ساخن فالنظام يسويقها محافظة مؤيدة له مستخدما فتاوى شيخ العقل والقوى الشبابية الثورية في المحافظة تحاول إثبات عكس ذلك حصر النظام الحراكة الثورية في السويداء في أكثر من مناسبة فمنذ بداية الثورة قام بحملة اعتقالات شملت ناشطين سلميين ليحكم قبضته الأمنية عليها وليزج شبابها على جبهات القتال فكانت التوابيت تعود زرافات ووحدانة حيث تنتظرهم كاميرا تلفزيون النظام وتقدم لهم عنزة وجديا وسخلتين عن كل قتيل في فضيحة إعلامية تدولها الناشطون بسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي عزف جديد قام وحيد البلعوس مع مجموعة أطلقوا على أنفسهم شيوخ الكرامة عاد نظام تطويقه وقتل البلعوس مع مجموعة من رفاقه لتعود السويداء من جديد تحت قبضته ثم يختفي أمين فرع حزب البعث شبلي جنود في ظروف غامضة ثم يفرج نظام عن معلومات تفيد بتصفيته على يد طبيب معارض اسمه عاطف ملاك ولكن الجثة مجهولة المكان خطوات متتابعة يستفيد نظام منها بعد تصفية معارضه في السويداء لتبدأ حملة التجنيد من سن الثامنة عشر وحتى الخامسة والأربعين بتغطية من شيوخ العقل لتلاقي معارضة كبيرة حيث أصدرت قوى وطنية وشبابية في صلخد والغرية وعرمان والجنينة والغارية دعوات لرفض التجنيد ومقاومة ذلك بالقوى مفترق طرق لا بد منه ومعركة مؤجلة بين نظام والقوى التي ترفض المشاركة معه في قتال الشعب السوري لتكون الخلاصة إن النأي بالنفسي هو الخيار الأسوأ في المسائل الوطنية استشهد مدني وجرح ثمانية آخرون في مدينة القرية إمبري في حمص الشرقي جرى قصف الطيران الحربي في حين ألقت مروحيات النظام ضراملة متفجرة على بلدة العمرية كما استادفت قوات النظام مدينة الحولى ومحيطها بالأسلحة الثقيلة وفي المقابل استادف الثوار بقضاء فلاوان صواريخ متوسطة المدى وصواريخ متوسطة المدى معاقل النظام في الفرقة السادسة والعشرين شمال حمص وحققوا إصابات مباشرة فتحت ثوار نيران رشاشاتهم الثقيلة على تجمعات قوات النظام في حاجز الحماميات بريف حماء الشمالي بينما قصفت مدفعية النظام وراجمته مدينتي مورك واللطامنة وقريتي الشيرمغار والبدرية دون ورود أنباء عن إصابات وفي ريف إدلب قصف طيران النظام بلدتي التمانع والهبيط بالصواريخ الفراغية في حين شن الطيران الروسي غارة على مدينة جسر الشغور تشهد قراء الريف الجنوبي في الحسك حالات نزوح كبيرة وذلك بعد التقدم الذي أحرزته الميليشيا الكردية في الأونة الأخيرة باتجاه مدينة الشداد وفي الرقا شن طيران التحالف الدولي عدة غارات على أطراف المدينة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل دعوة قضائية ضد حاكم ولاية أنديانا لرفض استقبال اللاجئين السوريين نصنع جسورا تقرب البعيد وتجعل اللقاء ممكن مهما بعودة المسافات لنسهل تواصلكم مع الأهل والأحبة نقوم في قناة جسر الفضائية باستقبال مقاطع فيديو منكم ونعرضها على شاشتنا في برنامج جسور التواصل لبث رسائلكم المصورة عبر الواتس أب نرجو منكم تصوير فيديو بما لا يتجاوز مدة عشرين ثانية أن تكون الإضاءة جيدة لعرض المقطع بشكل أفضل إرسالها إلى الرقم التالي قناة جسر الفضائي تصنع لمشاهديها إمكانية التلاقي عبر شاشتها على أمل تحققه واقعا لكل المهجرين والمقتربين أهلا بكم من جديد قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن التروكمان من بين القرى المؤثرة في سوريا التي ستدعمها واشنطن في مواجهة تنظيم الدولة لكنه رفض التعليق على سقوط ضحايا مدنيين على يد النظام السوري والطائرات الروسية في جبل التروكمان بريف اللاذقية وتسبب القصف الروسي في إجبار ثمانين ألف شخص خاصة في ريف حماء الشمالي لترك منازلهم واللجوء إلى ريف إدلب والمناطق الحدودية مع تركيا إضافة إلى نزوح آلاف التروكمان السوريين في الأيام الأخيرة من ريف اللاذقية نحو الحدود التركية جراء هجوم قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي لم يكد جبل التروكمان يلتقط أنفاسه إثر قصف النظام له حتى فوجئ بالطيران الروسي يستهدفه بشتى أنواع القصف رغم تنديد تركي ومظاهرات عمت أنحاء البلاد مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير لو سالت دماؤنا فالنصر للإسلام عبارات أصبحت تسمع في جميع أنحاء المدن التركية دفاعا عن إخوتهم بجبل التروكمان الذي يتعرض لأبشع هجمة منذ انطلاقة الثورة السورية ثورة سندها أهالي الجبل بالمال والعتاد والرجال فيما يقوم النظام جاهدا بحياكة المؤامرات لسلخهم عن الثورة الحادي والعشرون من نيسان 2015 يوم مصيري بحياة التركمان حين صرح رئيس المجلس التركماني عبد الرحمن مصطفى أثناء مؤتمر باستنبول أن التركمان هم العنصر الأصيل الثاني في المجتمع السوري كما أنهم يسعون لإسقاط النظام ونصرة إخوانهم بباقي المحافظات السورية ومع دخول الطيران الروسي إلى ميدان الصراع في سوريا ووقوفه مع النظام المجرم وعلى رأسه الأسد لم تسلم القرى التركمانية من القصف بل زادت حدته وارتفعت وطيرته حيث شهدت مؤخرا منطقة باير بوشاق شمال اللاذقية هجمات مزدوجة من النظام السوري وروسيا فيما أعلن الناشطون سقوط أكثر من مئة صاروخ خلال 24 ساعة على القرى المحيطة تسارع واشتداد بالمعارك دفع بألاف الأسر التركمانية للنزوح باتجاه الحدود التركية الجنوبية ولسيما أقليم هاتاي حيث أعلن والي الأقليم دخول 1500 نازح للحدود التركية كما سارعت منظمات المجتمع المدني للقيام بحملة مساعدات واسعة لتوفير كافة الاحتياجات لهم تطورات بالأحداث نحت بأنقرة إلى استدعاء السفير الروسي وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص القصف واتهام رئيس وزرائها داود أغلو روسيا بعدم الالتزام بمحاربة تنظيم الدولة فيما توجه ضربتها للقرى الآمنة أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات الاستمرار في دعم المعارضة المعتدلة مع استمرار السعي إلى تحقيق الحل السياسي وخلال اجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بحث جون كيري مع نظره السعودي عادل أج بير والإماراتي عبدالله بن زايد آل هيان الخططة التي قدمت السعودية لمؤتمر المعارضة السورية من أجل توحيد صفوفها والخروج بمجموعة من المبادئ السياسية المشتركة وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكي جون كيربي أمس أن كيري التقى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الجبير وبن زايد وأنهم بحثوا عددا من قضايا المنطقة والمواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الصراع في سوريا وجهود التحالف المستمرة ضد تنظيم الدولة وكانت السعودية أعلنت استضافة مؤتمر بهدف توحيد أطياف المعارضة السورية منتصف الشهر المقبل وذلك عقب اتفاق دولي على بدء محادثات رسمية بين النظام والمعارضة في جينيف بحلول الأول من كانون الثاني المقبل وفي سياق متصل قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا وأن ورقة اجتماع بيين الأخير اهتمت بعملية وقف إطلاق نار شامل مرتبط بعملية سياسية ذات مصداقية تساعد في القضايا على تنظيم الدولة وأضاف ديمستورا في اجتماع مع لهيئة السياسية للإتلاف السوري في اسطنبول أن مجموعات العمل الأربعة انتهت وتحولت إلى مشاورات سورية ورأى في ذلك تمهيدا لمفاوضات جينيف ثلاثة أكد ممثل الولايات المتحدة في منظمة حضر الأسلحة الكيميائية رابابيل فوبلي أن استخدام الأسلحة الكيميائية بالحرب في سوريا بات متكررا وخلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية قال فولي أن الحقيقة المحزنة هي أن استخدام الأسلحة الكيميائية أصبح روتينا في الحرب السورية مشيرا إلى أن التقارير أظهرت أن النظام السوري استمر في استخدام هذه الأسلحة ضد شعبه على الرغم من الالتزامات المنصوصة عليها في اتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية وكان رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البريطاني ماثيو رايكروف أكد منتصف الشارع الحالي استمرار تورط النظام السوري في ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا مرارا إلى ضرورة وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة ضد المدنيين غير أن تلك الدعوات لم يستجب لها أحد وفي السادس من هذا الشهر أكدت منظمة حضر أسلحة الكيميائية أنه تم استخدام غاز خردل الكبريت في هجوم ببلدة مارع شمال محافظة حلب يوم الحادي والعشرين من آب الماضي دون أن تحدد الفاعل كما رجحت المنظمة وفقا لتحقيق آخر استخدام غاز الكلور في مدينة إدلب في سوريا في آذار الماضي وكان النظام السوري وافق على تسليم كل ترسانته من الأسلحة الكيميائية بعد تهديد أمريكي بتوجيه ضربات ضده وذلك في عقاب سقوط مئات الشهداء في هجوم كيميائي بالغوطة الشرقية في آب 2013 وسلم النظام السوري ما مجموعه 1300 متر مكعب من الأسلحة الكيميائية أغلبيتها من غازي الخردل والسارين وقد تولت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تفكيك هذه الأسلحة أقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية على حاكم ولاية أنديانا الأمريكية بسبب رفضه السماح بإعادة توطين اللاجئين السوريين فيما أشار أعضاء الاتحاد إلى أن هذا الموقف يمثل انتهاكا للسلطة الاتحادية وللدستور الأمريكي من جهتها قامت بلدية الفاتحة التركية في اسطنبول بإنجاز مشروع طبي يهدف لعلاج أسنان أطفال اللاجئين السوريين في المخيمات هذا وستخصص البلدية سيارة طبية لزيارة 25 مخيم للاجئين السوريين في تركيا وسيتم فحص أسنان الأطفال ما بين سن السادسة والثاني عشر عاما وتوزيع أدوات العناية بالأسنان قصف الطائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم موقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بزعم إطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة إلى ذلك لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة كما لم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تعليقات بهذا الشأن وفي سياق آخر جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطالبته بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وأعرب عباس في رسائلة قرأها المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أعرب عن أسفي لعدم تطبيق وتمثيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشعب الفلسطيني وحذر عباس من مغبة تحويل الصراع من سياسي وقانوني إلى صراع ديني مطالبا بوقف الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن فلسطين لا تضع شروطا للعودة إلى مائدة المفاوضات مع الكيان الصهيوني لافتا إلى أن هناك استحقاقات على الاحتلال الالتزام بها وأولها وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى وعن اللقاء المرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والقيادة الفلسطينية قال المالكي للصحفيين عقب اجتماعا مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيسمع وصفا حقيقيا شاملا حول خروقات الاحتلال التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غمرة الأحداث الدولية يتناسى العالم ما يجري بفلسطين التي تزف كل يوم شهداء جراء هبتها الجديدة مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير في غياب الرقابة الدولية وازدواجية المعايير لدول تدعي الرقية والحضارة يتساقط الفلسطينيون بيد الغدر والعدوان الصهيونية مناظر مؤلمة ومشاهد تثير حفيظة الإنسانية لنساء وأطفال قضوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والضحية الأخيرة شابة فلسطينية قضت بالقدس الشريف إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية الرصاص الحي عليها بحجة طعن المستوطنين سبقها بيوم واحد استشهاد ثلاثة آخرين بينهم فتاة في السادسة عشرة من العمر والحجة واحدة عمليات الطعن أو انتفاضة السكاكين كما يسميها الفلسطينيون لم تأتي إلا بعد أن انتهك اليهود حرمة المقدسات الدينية باقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين على البيوت الفلسطينية الآمنة لسيما ما حدث مع عائلة الدوابشة حيث قضت العائلة أغلبها إثر حرق المستوطنين لمنزلهم بنابلس وهم نائمون اعتداءات تنوعت أشكالها بين حرق وتهديم ودهس واعتقال ما أودى بحياة نحو مئة شهيد فلسطيني وإصابة عشرة آلاف آخرين وسط صمت دولي وتجاهل عربي في حين انسكبت الدموع غزارا على هجمات باريس الأخيرة التي جعلها العالم فزاعة لكل من يقف بوجه المخططات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط هجمات حدت ببعض الدول العربية إلى رفع الأعلام الفرنسية على واجهة كبرى الأبراج والأهرامات في بلادهم ناسين أو متناسين ما يجري في فلسطين من حصار وتجويع بل جعل من بعضها كمصر مساهما رئيسيا فيه إما بإغلاق المعابر أو إغلاق الأنفاق التي تعد شريان الحياة لقطاع غزة قال ضابط في الجيش العراقي أن القوات العسكرية استطاعت السيطرة على منطقة مهمة في محيط الرمادي وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من البيوت والطرقات من جانبه قال ضابط في قيادة عمليات الأنبار أن طيران التحالف الدولي قصف آلية ملغمة لتنظيم الدولة كان ينوي تفجيرها في منطقة البو شعبان شمال الرمادي كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم في منطقة البوعيث شمال الرمادي أسفلت عن مقتل عشرة من مسلحي التنظيم وجرح آخرين وفي نهاية نشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين القوات التركية تسخط طائرة حربية روسية على حدود سوريا الثوار يستعيدون المبادرة بريف حلب الجنوبي ويسيطرون على مواقع استراتيجية تواصل الاجتباكات على جبهة المرج في ريف دمشق وقصف الروسي على مناطق في ريف إدلب دعم أمريكي خليجي للمعارضة السورية تحضيرا لمؤتمر الرياض منتصف الشهر المقبل تحذيرات من الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا وتأكيد أمريكي بأن النظام يواصل استهداف المدنيين بها تابعونا على الموقع الرسمي للقناة جسر تي في دوت كوم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة